على عكس مواقف الأطراف السياسية المرحبة بقرارات المحكمة الاتحادية حول الانتخابات فتح تحالف الفتح النار على العباد ومفوضية الانتهامات وذلك باتهامها بالفشل في إدارة العملية الانتخابية محملاً إياهم مسؤولية الخروقات الانتخابية وقال رئيس التحالف هذا العامر بتصريح صحفي إن الخروقات الانتخابية والتزوير في الانتخابات يتحمل مسؤوليتها رئيس الوزراء ومفوضية الانتخابات نتيجة الإدارة الفاشلة للعملية الانتخابية من قبلهما مبينة أن تحالف الفتح منذ البداية طالب بإجراء العد والفرز اليدوية